الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة سيدنا محمد خير الأنام وأرسل الرسل والأنبياء هداتا مهديين يدعون إلى عبادته سبحانه ويحذرون من معصيته والصلاة والسلام على من صلى بالأنبياء إماما وكان لهم ختاما سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن المطالع في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء مفترض الله والثبات على الحق قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقد جعل الله أفضل الخلائق الأنبياء والرسل عليهم السلام وخصهم بصفات وشمائل لم يعطيها لغيرهم من خلقه لذا فقد قمنا بجمع قصص الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم سوى سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باختصار ومن غير إطالة ويسعدنا أن نزف إليكم مستمعين الكرام برنامج قصص الأنبياء وقد دفعنا إلى جمعه وإعداده أسباب عديدة منها رغبتنا في أن يكون بين يدي الراغب سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام ليستفيد منها ويستخلص ما ينير له دربه وحياته لا سيما أننا في عصر كثرت فيه الفتن ودل همة الخطوب ومنها أيضا رغبتنا في تنقية هذه القصص من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها وتداولها وفي بعضها ما يعارض المعتقد الإسلامي بالنسبة لما يجب للأنبياء والرسل من صفات وما يستحيل في حقهم من رذائل وسفاهات والله الموفق وهو المستعان أولا ما النبوة والرسالة النبوة مشتقة من النبوة وهي الرفعة أو من النبأ وهو الخبر فالنبي مخبر عن الله تعالى بواسطة الملك والنبوة خاصة بالبشر فليس في الملائكة ولا في الجن نبي وأما الرسالة فليست خاصة بالبشر قال تعالى الله يشطفي من الملائكة رسولا ومن الناس الفرق بين الرسول والنبي الرسول من البشر هو النبي الذي أوحي إليه بشرع يشتمل على حكم جديد لم يكن في شرع الرسول الذي قبله كسيدنا محمد وعيسى وموسى فإن هؤلاء كل واحد منهم أنزل عليه حكم جديد فموسى عليه السلام أنزل عليه قتل القاتل من دون أن يترك القاتل بالمصالحة على الدية ولا بالعفو المجاني وعيسى أنزل عليه حكم جديد وهو الدية فقط ومحمد أنزل عليه القصاص والعفو على الدية والعفو المجاني وشبه ذلك هذا في القتل العمد وكذلك الصلوات ما كانت تصلى في شرع من قبل محمد إلا في مكان مخصوص وأنزل الله على محمد أن الأرض جعلت مسجدا أي تصح الصلاة في المكان المخصوص وغيره وأما النبي غير الرسول فهو من أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله وأمر بتبليغ ذلك ولم يوح إليه بشرع جديد فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا النبوة غير مكتسبة فهي غير متعلقة بكسب للنبي كما يقول تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء أي النبوة والرسالة فلا تنال بالعمل والاجتهاد في العبادة وحسن الخلق إنما تنال بالصفاء الله وموهبته ثم إن الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء وأمته آخر أمة أرسل إليها رسول والرسول لا بد أن يكون أكمل من المرسل إليهم عقلا وفضلا وفطنة ومعرفة وصلاحا وعفة وشجاعة وسخاوة وزهدى قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولا يجوز أن يكون الرسول امرأة ولا أن يكون عبدا مملوكا ولا أن يكون ناقص الحس لأجل الحاجة إلى كمال الحواس في أداء الرسالة وما يتعلق بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا رواه الترمذي ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم يجب للأنبياء الصدق فيستحيل عليهم الكذب لأن الكذب ينافي منصب النبوة ويجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة ويجب لهم الفطانة فيستحيل عليهم الغباوة والبلادة أي ضعف الفهم لأن الأنبياء أرسلوا ليبلغ الناس مصالح آخرتهم ودنياهم والبلادة تنافي ذلك وكذلك يستحيل على الأنبياء الرذالة كسرقة حبة عنب واختلاس النظر إلى الأجنبية بشهوة وكذلك يستحيل عليهم السفاها كتبذير المال ما ورد في عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جمًا غفيرا قال قلت يا رسول الله من كان أولهم قال آدم قلت يا رسول الله أنبي مرسل قال نعم وأما الكتب المنزلة عليهم ثمائة وأربعة كتب منها خمسون أنزلت على شيث وثلاثون على إدريس وعشرة على إبراهيم وعشرة على موسى قبل التورات وأنزل التورات على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول الأنبياء آدم عليه السلام فهو نبي الرسول وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام ولا يجوز الأخذ بقول من ينفي رسالة آدم ونبوته لأنه قول باطل دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي أن الناس كانوا كلهم على دين واحد وهو الإسلام ثم اختلفوا فبعث الله النبيين وروا الشيخان وأحمد وابن حبان وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى والمعنى أن الأنبياء كلهم على دين واحد هو دين الإسلام فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا والتصديق بأنبيائه ولكن شرائعهم مختلفة أي الأحكام ومثال ذلك أنه كان جائزا في شرع آدم أن يتزوج الأخ من أخته إن لم تكن توأما له لأن حواء رضي الله عنها ولدت أربعين بطن كل مرة ذكرا وأنثى وكان حراما عليه أن يتزوج الأخ بأخته التي هي توأمة له ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بعد موت آدم وحرم زواج الأخ بأخته إن كانت توأمة له أو لم تكن أيضا كان مفروضا في شرائع أنبياء بني إسرائيل كموسى صلاتان في اليوم والليلة وفي شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات وكان جائزا في شرع سيدنا يعقوب عليه السلام أن يجمع الرجل في الزواج بين امرأة وأختها وهو محرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وكان جائزا في الشرائع القديمة أن يسجد المسلم للمسلم للتحية وهو محرم في شرعنا فقد صح أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك قال لا تفعل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه ابن حبان وابن ماجة وغيرهما عصمة الأنبياء اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها وكذلك كبائر الذنوب كالزنا وأكل الربا وغير ذلك وأما الذنوب الصغيرة فما كان من صغائر الخسة والدناء فهم معصومون منها قبل النبوة وبعدها وأما الصغائر التي هي غير صغائر الخسة فقد ذهب أكثر العلماء ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إلى أنه تجوز في حقهم كالمعصية التي حصلت من آدم عليه السلام قال تعالى وَعَصَى آدمُ رَبَّهُ فَغَوَى ولكنهم ينبهون فورا فيتوبون قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم وهذا هو القول الصواب المعجزة ليعلم أن السبيل إلى معرفة النبي هو المعجزة وهي مشتقة في اللغة من العجز والمراد ما يظهر عجز الخلق عن معارضته وتعريفها أنها أمر إلهي خارق للعادة في دار التكليف لإظهار صدق مدع النبوة مع عجز من ينازعه عن معارضته بمثل ذلك الأمر الإلهي ووجه دلالة المعجزة على صدق النبي أنه لما ادع الرسالة وقال إن صدق دعواي أن الله أرسلني لفعل كذا فظهور ذلك على يده كان بمنزلة صدق عبدي فيما يبلغ عني والله أعلم وأحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر